اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوات الكرام نهاردة هنتكلم عن تفسير حلم الزواج من امرأة قبيحة في الملم امرأة قبيحة في الملم سبحان الله طيب روية المرأة القبيحة اساسا في الملم احتمالية ان الشخص ده بعيد عن قضية الزواج احنا لسه بنقول بس مجرد روية المرأة قبيحة احتمالية ان الشخص الرأي ربما من الاشخاص اللي تتبع شهواته وربما يكون من الاشخاص يعني اللي ممكن يقع في فتنة او مغريات الحياة ويجب الابتعاد عنها ده قولا واحدا اما قضية بقى ان الزوج يتزوج من امرأة رجل بتزوج يعني يتزوج من امرأة قبيحة في المنام فهذه اشارة الى مرور هذا الرجل في حياته بفترة صعبة في النواحي المادية او ربما ضوائق في المعيشة اذا رأى الرجل انه يتزوج من امرأة قبيحة في المنام ربما تدل هذه الرؤية على الاضطرابات في حياته بصفة عامة وليس في النواحي المادية فقط ربما تدل رؤية الزواج من امرأة قبيحة رؤية تحذيرية تدل على ان الرأي سوف يواجه الكثير من المشاقات في حياته او العقبات او الاشخاص السيئة الى اخر هذي الامور فعليها ان ينتبه جامعة الخير قضية ان المرأة القبيحة في المنام كلمة قبيحة في المنام رؤية اكيد هتكون غير جيدة ومع شديد الاسب تدرينا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته